بوحمد ازايك? اخبارك ايه? اه بص يا سيد الفضل ان شاء الله هنكلم في الكام فيديو دولة عن على البيم. اه وهنشوف طريقة موحدة وحاول ان شاء الله تديك كمان حاجة اه تقدر تلعب فيها اه لو ان المسألة جات بشكل اه مختلف. اه نبتدي ان احنا نروح هنا للجورنال بتاعتنا. اه ونبتدي اه بسم الله. اه النهاردة اربعة اربعة. بص يا سيدي. اه دلوقتي البيم المنت. اه اه. عندنا تو نودز بتاعنا. نود وان ونود تو. اه ممكن يبقى عندنا اه اي مكان. اوكي? هو اه عادة بيستخدم كيو اف اكس. اه و اه وممكن يبقى عندي كمان و القيم دي كلها اه لتحت. اه بقى مش هقد ارسم الاسهم كلها عشو الدنيا وما تطلق باش. المهم ان احنا لما بنيجي نشوف الاكسترنل وورك. اه دون اه بال اه على ال البيم دي. هنلاقي ان في جزئين. جزء الاولاني جاي من ال W. اوكي? W دي انا هقول ان هي عند اه اكس اي. اوكي? اه لو قلنا ان اه دابليو هتتحرك يبقى الويرك دان بيساوي دابليو اه الويت او الفورس دي يعني تايمز ال اه بتاعتنا اللي هي في او اكس اي اوكي اه ونقدر برضو نجمع عليها الجزء بتاع الكيو بس ده هيبقى بقى من اه ال اكس او من زيرو لقل اه في او اكس دي اكس تمام خلي بقى لك انه الوحدات بتاعت دي بينما الوحدات دي نيوتن اوكي اه علشان بس ايه برضو اه تزبط الشغل بتاعك والت ماشي اه المهم اه اه الظريف ان المسألة لي نير فاحنا لو عملنا كل واحدة منهم لوحدها نقدر نجمعهم ونجمع اي عدد منهم مع بعض ودي نقطة برضو عايزين نبقى ايه تخليها في بالك ان انت لو عندك اكتر من فورس او اكتر من ديستريبيوتود حتى اه ممكن تجمعهم اه اه خلينا نحط كمان حاجة هنا جديدة وهي اه نحط مومنت كونسنتريتد مومنت لسبب ما هنفترض ان احنا عندنا كونسنتريتد مومنت ام وان هي عند اه المسافة اكس جي اوكي يبقى نقدر نقول ساعتها برضو هنا اه ان ام اه في في برايم السلوب او اكس جي اوكي اه خلي بالك هنا مومنت يبقى لازم تضرب في انجل واحنا قلنا يبقى التان تاني الانجل تقريبا بيساوي الانجل فاحنا بنضرب في الانجل اوكي طيب واحد واحد بقى منهم تعالى نبص عليه اه لما نيجي نتكلم على الاول هنلاقي ان المسألة ببساطة شديدة ان احنا بنقول ان اه ده بيساوي اه عبارة عن دابليو في في اوف اكس بس متقيمة عند اكس بتساوي اكس اي متقيمة دي هي اللي اللطيفة بالنسبة لنا ليه لان احنا نقدر نقوم كتبين دابليو اكس كما لو كانت عبارة عن ان اوف اكس بس سаемلها كالون فيكتور مضروبة في ال ان ال ايه تمام? آآ هنيجي بقى آآ ده معناه ان احنا لازم هنا هنعوض باكس بساوي اكس اي آآ لا هيحصل ان انت المفروض بقى بتقول ان التفاضل بالنسبة للدس فانت هتفاضل ده بالنسبة ليه الفيكتور اوف وهكذا ده ببساطة شديدة علشان بس العملية ما تبقاش آآ طويلة على الفاضي ها نعوض هنا ونقول هي عند اكس اي وان تو عند اكس اي ان ثري عند اكس اي وان فور عند اكس اي تمام التعويضة دي تعويضة وباشا يمكن انا جبت لك جت منين آآ في الخطوات اللي شفناها دي بس انت وانت بتحل المسألة مش محتاج تجيب اللي فاد ده كله انا كنت عايزك تبقى فاهمة اوكي مش محتاج تجيب ايه اللي فاد ده كله انت محتاج تعوض هنا مباشرة خلاص طيب ماذا عن لو ان انا عندي اا اكس دي او دي اللي هي المومنت اللي كلها بنكلم عنه هنقول ان الويرك الاكسترنال ديو تو دا مومنت بيساوي ام في في برايم او في اكس عند اكس بتساوي اكس جي اللي هي تاني هتساوي ايه اه ام مضروبة في ان برايم بقى خلي بالك تبقى عندك ان وان برايم ان تو برايم ان ثري برايم ان فور برايم كل دا مضروب في الفي وان بي وان برايم في تو في تو برايم اوكي طيب نفاضل لما هتفاضل برضو هيجب لك ايه الاكسترنال وورك بسبب الام دي هيساوي ببساطة شديدة الام في وان برايم ات اكس جي ان تو برايم ات اكس جي ان ثري برايم ات اكس جي اوكي برضو دا هيبقى برضو تعويض مباشر فهو يمكن انت هنا محتاج ايه ان انت تجيب الان وان برايم ولان تو برايم ولان ثري برايم ولان فور برايم وتكتبهم جنبك اه فور ريفرنس عشان اه اوبن بوك هيبقوا موجودين جنبك ويبقى المطلوب منك ان انت تعوض على طول اكس بتساوي اه كسا طيب اخر واحدة بقى هي اللي عادة بيبقى اه فيها الشغل ودي اللي بنحتام بيها غالبا اكتر هي لما يبقى عندي لود فهنرجع ونقول الورك اكسترنال ديو تو كيو اف اكس بقى اللي هو بيساوي الانتجريشن من زيرو لال في اه 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 كيو اوف اكس مضروبة في في اوف اكس مضروبة في دي اكس طبعا زي ما هو واضح هنا اه انت مش هتقدر تقيم الكلام ده لكل حاجة فبالتالي لازم تبتدي ايه تعتبر مجموعة من الفونكشنز وتعوض بيهم في الانتجريشن ده في كل الاحوال ما تنساش ان في اوف اكس بتساوي ايه ايه بتساوي الان مضروبة في الديفليكشنز عند النودز بتعيني طيب اه اه الا لو كيو دي بكون ستنت اوكي فيبقى المسألة هتتبسط الى ان الورك الاكسترنال بسبب كيو بيساوي كيو نود في الانتجريشن اوف ان اوف اكس مضروبة في ال دي اكس اوكي الانتجريشن ده هنشوفه دلوقتي ما تلاقش احنا هنشوف الكلام ده بس هنعمله بطريقة بقى ايه هوريك الطريقة اللي تقدر تستغلها اه في اي وقت اه لان انت اه انا ما حبش ان انت تقعب بقى تجرب تعمل وانت في الامتحان وكلام من ده اه هيضيع وقتك وتبقى عرضة للاخطاء المهم اه برضو بنقول اه ان احنا هنفاضل الانتجريشن ده او هنفاضل الورك اكسترنال ده بالنسبة الديجريز اوف ريدم كالعادة بسبب كيو هيديك المفروض بقى ايه او اللي هو مساميه اه 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 هو مدي له اسم كده اه خلينا شوفه علشان ما نخبطش اه مدي له اه بسم الله الرحمن الرحيم اه 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 رح اجيب لك اسمها هي مستخدمة حتى في واحد من الامتحانات بيقول لك ايه العشان ما ضغيرك شوقت هجيبك اسمها هي يعني اسمها عمره ما عد علي قبل كده الحقيقة بس ايه بيطلع هم بيستخدموه اللي هو اه في الفنات طيب اه انا قلت لك دلوقتي احنا علشان نجيب اه دي لازم نعمل الانتجريشن قلت لك ان احنا هنعمل طريقة ان شاء الله اه نتغلب بها على موضوع الانتجريشن ده اه انا هديك اه مش من عدي موجود اوكي اه بيعمل الانتجريشنز دي بس انا هديك الكود صغير انت هتحطه وتشغله اوكي لما تشغله هيجيب لك اه مجرد ان انت هتغير بتاعت المسألة يديك النتائج اللي انت بتدور عليه اوكي اه البرنامج اسمه اه دابليو اكس ماكسيما اوكي هاي نرجع هنا اكتبه لك اكتب لك اسمه اه دابليو اكس ماكسيما اوكي مش فاكر اه اكس سي ولا اكس بس اوكي المهم ده برنامج اوبن سورس وبلاش مش محتاج لايسنس واستخدامه سهل جدا 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 زي ما هوريك دلوقتي ان شاء الله اه في الفيديو اه اللي جاي اه ما تقلقش انا مش بعلمك جديد وانت عارف انا بحاول اختار لك ايه اسهل طريقة والطريقة المضمونة بس انا عايز اتأكد ان شاء الله ان انت اه ما اه في اه الامتحان ان شاء الله اه في الفيديو الجاي هوريك بقى الماكسيما والبرنامج الصغير هبعته لك بازن الله بحيس ان انت تقدر تستخدمه هراته.